أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلق المنتدى في نسخة الرابعة في مدينة شرمشيخ خلال الفترة من العشر من يناير إلى الثلاث عشر من يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أعلنت إدارة المنتدى خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم اعتبارا من اليوم الخامس عشر من نوفمبر ولمدة شهر كامل تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم هذا العام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من عشر إلى تلات عشر يناير عشرين اثنين وعشرين في مدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيرتها الإقليمية والدولية بالإضافة لتسليط الضوء على قضايا الشباب المرتبطة بالمحاول الرئيسية للمنتدى السلام والإبداع والتنمية وتأتي فعاليات المنتدى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي احنا استدفنا أكتر من خمستاشر ألف شاب وشابة وخبرة ومتحدثين من مية وستين دولة من حول العالم مش بس كده لكن كمان المنتدى تم الاعتراف والإشادة به في منظمات دولية كتيرة تمت الإشادة بالإسهامات اللي قدمها منتدى شباب العالم في مجلس حقوق الإنسان في دورته الواحد واربعين كمان تم اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط وأخيرا تم اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 59 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة